أبدأ معك أحمد يعني بداية ما هي تفاصيل حادثة تسلل الطائرة المسيرة من لبنان وكيف تنظر الحكومة اللبنانية أو الأطراف المعنية إلى هذه التطورات نعم بالفعل هذه المسيرة كانت ضمن سرب من المسيرات الذي انطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية وتحديدا في أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب منطقة حيفا وتأتي هذه العملية ضمن كسافة نارية غير مسبوقة من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية على مضار ساعات اليوم فقط حتى الآن نحن نتحدث فيما يقرب من 35 عملية نفذ حزب الله من الجنوب اللبناني تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في أعلى وطيرة للعمليات منذ اندلاع هذه التوترات في الثامن من شهر أكتوبر من العام الماضي العمليات اليوم كانت أغلبها عمليات نوعية هناك عمليات استهدفت سبع دبابات من طراز مركبة سواء في الجنوب اللبناني من القوات المتوغلة في الجنوب اللبناني أو في مواقع عسكرية إسرائيلية متاخمة للحدود مثل مسكاف عام أيضا كانت هناك رشقات صاروخية بتقدر أعداد الصواريخ التي استخدمت فيها بعشرات الصواريخ تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية سواء في المتخمة للحدود الجنوبية اللبنانية والتي تحولت إلى مناطق عسكرية مغلقة تدار منها العملية البرية أو تجاه مواقع في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت هناك أيضا أكثر من عشر أعمليات تجاه تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت هذه التجمعات وهذه الجنود بشكل مباشر إما على محاور التقدم في البلدات الجنوبية اللبنانية مثل الطيبة والعديسة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني أو عيت الشعب ورميا ومنطقة أو الطريق المعد إلى القوزح في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني فبالتالي كانت هناك كثافة نارية غير مسبوقة من قبل حزب الله على مدار الساعات القليلة الماضية وكان من بين هذه العمليات أسراب أو سرب المسيرات الذي خرج من الجنوب اللبناني متجها إلى مواقع وأهداف عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ويأتي ذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم وحتى الآن أكثر من 30 غارة جوية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني وارتكب عدة مجازر أيضا من بينها ارتكاب أو استهداف مدنيين في قضاء صيدة بالجنوب اللبناني بالإضافة أيضا إلى مدينة النبطية التي تعرضت خلال الساعات الماضية إلى سلسلة من الغارات العنيفة في الجنوب اللبناني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة